من ضمن الحاجات اللي على السوشيال اللي استفزتني كلام خديجة الشاطر عن حريق الجونة هي كتبت تويتا بتقول فيها ورينيها كده تويتا يا جماعة بتقول يوم مهيب من أيام الله تغلي الأرض من فسوق أهليها فتشتعل الجدران لهيبا لا مرحبا بكم دي خديجة خديجة الشاطر بتقول يوم مهيب من أيام الله تغلي الأرض من فسوق أهليها فتشتعل الجدران لهيبا لا مرحبا بكم التويتا دي فيها شماتة فيها فرح بالحريقة فيها اللي تأدب وقاحة من هذه الإخوانية الإرهابية أنا متصور طبعا دي نموذك صغير لأسر إرهابية أسره رضعت العنصرية والتمييز وقراهية الحياة وقراهية الفن وقراهية الثقافة وقراهية الإبداع أسره ترى في تعليمات حسن البنة مؤسس الجماعة الإرهابية وسيد قطب الشازي فكريا سيد قطب أنا عامل فيه دراسة أنا عامل فيه بحث سيد قطب هو أستاذ خيارة الشطر فخيار الشطر الإرهابي اللي هو جسوس تركي سهيوني ده هيعمل إيه؟ هيرب إيه؟ هيعمل إيه؟ هيخلف نماذج إرهابية العيشة الكبيرة كانت بتخزن في أرضها في الصلحية هي وجوزها أسلحة تحت الأرض ومقبود عليها وبتدعم مشاريع سهيونية بتاعتها إرهابية في مصر والسهيونية برضا في مصر والمنطقة فدي أختهم الصغيرة أو الصغرى يعني دي يعني فهمة الدين بمفهوم حسن قطب هو حسن قطب فعلي هما اللي اتنين حاجة واحد سيد حسن البنة وسيد قطب لأنه حسن البنة هو صاحب الشجرة المسمومة صاحب التنظيم فكرة تنظيم الإرهابي الخاص والحاكمية لله وتكفير الآخر غير الإخواني وتكفير المسلم غير الإخواني هو سيد قطب فهيطلع ده النموذج ده أنا عايز أسألك أنت عارف حاجة عن الإسلام أساسا أنت عشان تشمتي في حريق الحريق ده بالنهار حصل بالنهار اللي كانوا في الحريق والحمد لله ما فيش ضحايا بشرية لكن فيه كان فيه ضحايا شوية خشب وشوية جدران وشوية بتاع سلك كهرباء بتاع يعني اللي كانوا موظفين وعمال وفنيين ومهندسين اللي كانوا بيشتغلوا فيه قبل يوم من افتتاح مهرجان الجون أنا شخصا قد أفتفق أو أختلف أنا مع أي إبداع فني نشاط فني المفهوم بتاع المهرجان أتفق أختلف ده مش قضيتنا لكن فكرة أن أنا عندي إفنت مهرجان فني عالمي جاي فيه ضيوف من العالم ضيوف فأنت عايزة ضيوف دولة حرقه ده النبي ما أردش إذاء يهودي كان بيأذيه فأنت ملكش علاقة بالنبي محمد صد السلام في عيد ميلاده في مولده ملكش علاقة بسلوكه بأخلاقه بكرمه بجوهر بحسن معاملته للآخر ده أنت أبعد ما تكوني عن سيرة محمد وأخلاقه وكرمه وسلوكه وسنته أنت ملكش علاقة بالسنة أنت ليك علاقة بإبليس وليك علاقة بإرهابي الفكر الإسلامي اللي هم بشر شافوا يستخدموا الإسلام ليحكموا البشر التانيين فكلام ده كلام يجب تحاسب عليه طبعا هي خديجة خارة الشاطر طبعا خارة الشاطر أنا بعتبره رازبوتين الإخوان رازبوتين حد يقول لي مين بقى إقربها في جوجل شوف مين رازبوتين يعني رازبوتين ده كان السيس روسي استغل الدين في ارتكاب كل المبيقات كل المبيقات عمل كل حاجة قتل دم جرائم نصب علاقات يعني فاحشة مع النساء دعارة يعني خارشة كان كوكتيل من رازبوتين كوكتيل في النصب في السرقة في الاستخدام الدولة في الوطن طوز في مصر زي مهدي عاكب كل حاجة عملها شركة مع تركيا وقطر ساعتها المهم يعني ده موضوع كبير لكن أنا أنا عايزة أقف عند حتة البعد الفني في الموضوع هي قالت قبل كده إنها جندت حالة شيحة عشان تلبس الحجاب وإنها كانت صاحبتها وحالة شيحة طلعت قالت إيه لا فكذبتها هل ردت على حال ما ردتش فتطلع في مهرجان الجنة في حريق تشمت هل الشماتة هل كان النبي شماتة لا لم يكن فحشا أو فحاشا لم يكن حتى الأئمة الخلفاء الرشيد الأربعة الإجماع اللي أجمعوا عليه رغم اختلاف أساليبهم هو إنه الرسول كان أخلاقا تمشي على الأرض دي مش أخلاق الرسول أنتوا أبعد ما تكونوا عن النبي وأبعد ما تكونوا عن الإسلام أنتوا شجرة السم في الإسلام للأسف ترجمة نانسي قنقر